يا مساء السعادة يا مساء التفاؤل يا مساء الهنة على احلى متابعين في الدنيا متابعين يوميات دودو ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا ربكم بخير وسعادة تعالوا نعمل مع بعض النهاردة بتهي الافران بطريقة سهلة وبسيطة اي رأيكم بقى هش جدا في لفي عايز اقول لكم حلو اوي طري يعني بجد هيبهرك احلى واطعم بكتير جدا ومغزي من الافران بصوا الجمال ايه رأيكم بقى في العجينة الخطيرة دي وكمان الحشوات حلو وحادق ان شاء الله بيقولكوا كلوني تعالوا نسمي باسم الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام كل الكمية دي من كيلو دقيق وكمان هنوزن الديق معاكم عشان خاطر المصدقية والناس اللي بتقولي لا ده كتير عن كيلو اهو هنصفر كده الميزان ونسمي باسم الله وهنشيل الزيادة من الكيلو اهو خليك معايا كده وحطي لايك عشان خاطر التفاعل على القناة اللي خالص اهو كيلو طبعا انا اديق ده النخلاع بس قلتوا بقى ايه اوزنوا معايا كده ونجيب بولة حلوة كده ونسمي باسم الله وننزل بعلبة زبادي الزبادي البلد الجميل بتاعنا وممكن شركات عادي اللي موجودة عندك وكوبايا كمان من اللبن الحليب وينفع لبن رايب مفيش مشكلة ومعايا كمان بضايا بدرجة حرارة المطبخ وباكو خميرة يعادل معلقة كبيرة من الخميرة ومعايا نص معلقة من البيكين بودر وثلاث معالق من السكر وقبلين للزيادة يعني ممكن تضيفي كمان خمس معالق من السكر وممكن تخليهم ثلاثة مظبوطة معاك جدا ونص معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة او بواكي عادي دي تاني كوبايا من اللبن الحليب اهو ندي تقليبة وهضيف كمان خمس معالق من الزيت ما تقطرش في الزيت عشان البتيك بتاعك ما ينشفش خمس معالق مظبوطين جدا للكيلو وتقدري لو هتعملي نص كيلو تقسيم الكمية في كل حاجة ومعايا كمان معلقتين من الخل وندي تقليبة وننزل بالضيئ بتاعنا زي ما قولنا احنا نخليه ندقي اهو الكيلو اللي احنا وزنناه مع بعض وكمان نص معلقة من الملح ومعلقتين من اللبن البودر اهو تقدر تزودي في اللبن البودر وتستغني عن اللبن الحليب بس بما ان احنا مش بنشتريه وهن يعني مش بنشتريه لبتيه من الافران فانا عايز ازود الكيمة الغذائية عشان انا عامله في البيت وكده الولادي طبعا دي تالي كوبايا من الحليب اهو فبضيف كل المكونات دي دي رابح كوبايا من الحليب اهو اللي هو بتاع علبة الزبادي دي تقدر تشتغلي زي ما انا اشتغلت كده في كوباية بمعيير كوباية الزبادي كده او بكوبايا من الكوبايات الازاز عادي بتاعت الشاي مفيش مشكلة وعجيني يا غاليا ولدتي وعجيني ولدتي عايز اقولك بتحتاج عجني كتير جدا دي خمس كوبايا اهي مش هتاخدها كلها وفريدي بقى عندي كيل عجينة ومعي معلقتين من الزبدة اهو الزبدة بدرجة حرارة للمطبخ لينة اهو وهفرقها كده على العجينة بتاعتي عشان تطعامها مع عندي الزبدة ضيفي سامنة اهو او بقى سامنة جنة سامنة كريستال اللي هي الاوالب مفيش مشكلة وهبتدي هسمي بسم الله وانزل شوية بشوية على ايدي كده من آآ من الحليب وعجين كويس جدا جدا يا غاليا هتبصت لهاي هنعكشت معاك وثابت تحس اني لا العجينة دي مش نفعة لا عجيني بس كويس ولدتي وهتشوف دلوقتي ملمس العجينة قدي ايه حلو عجيني كويس جدا كده اهو بزوت طبعا حبة بحبة يبقى كيلو دي اخدت معايا خمس كبيات من الحليب اللي هي بالمعيار العلبة الزبادي اللي قدامكم وتبقى حبة صغيرين جدا من الحليب جبت البولة بعد ما عجينت كويس جدا جدا هي بتبقى عجينة ملساء ما شاء الله منظفة نفسها كده واجبت معلقتين زيت كده في البولة وحطتها وسبتها لمدة ساعة غطتها بفوتة لغاية ما قلبزت كده واتنفخت بص ما شاء الله الله هو اكبر بصت على العجينة قد ايه مغدومة وبينة ان هي عاملة زي اللي بينا هاخد حتة كده من العجينة وعلى المفرش بقى السلكون وهزبطها كده واجيب معلقة من الزيت كده وادهنها على المكترش برد في الزيت وهعملها مستطيل على قد ما قدر اهو وهنعمل على فكرة البتي بطريقة سهلة جدا واي حد يقدر يعملها هزبط بس العجينة من الجنب ده ومن الجنب ده وهوريكو بقى ازاي هنعملها بتي زي بتاع الأفران كده ويديكي نفس الشكل اه كان عندي لحمة مع الصجا اه فايدة من اه مني من قبل كده كنت عاملة جلاش وتبقى معايا حبة نفع والله العظيم وكانت تحفة هلف لفتين او تلاتة انا هلف هنا تلاتة لو ده البتيه اللي هو الكبير زي اللي بتجيبه من الفرن كده عايزة مني بتيه ممكن تلف لفتين بس الطريقة سهلة وبسيطة وبتروليها كده وبتقفيها من الجنب وبعد كده بتجيبي صاج مدهون معلقة من الزيت من الزيت من السمنة يعني مدهون حاجات بسيطة خلص مش باين عشان ما يلزقش في الصاج وهترسي وتقفيلي بصي من الجنب كده وهجيب برضو الفرادة وهفر التاني وبعد كده هجيب بقى بقية الحشوة اول صاج هعمله باللحمة المفرومة زي ما قلتلكم دي اللحمة على الصاج اهو كانت طحفة عندي كده وطعمها كان حلوة قوي وده اول حشوة معايا انا رلتها هنا كده آآ لفتها مرتين بس مش تلاتة ده هيبقى ميني صغير مش كبير وقفل من الجنب كده وبعد كده هروح ضغط عليها بقى وقفل كويس جدا بقطح هنا ثلاث صوابع وبتروح يرصه في الصونجة تخلي بقى تلاتة تخليه اتنين دي حسبك انتي صغير كبير بتاعك انتي اخر حتة هنا كده مش هتنفع ان انا هلفها هقطحها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهلفها هنا كنت خلصت ما شاء الله الكمية وده تاني صاغ بقى هنعمله بالجبنة برضو خدت جزء كده من العجينة وهبتدي هزبطه بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهعمله برضو مستطيل لو في حاجة مش واضحة اكتبوا لي في الكومنتات وارجوكوا اعملوا شير للفيديو الجبنة ده الجبنة دي تقدر تستخدمي على فكرة أي جبنة بيتا بيضة ملح زيادة ملح خفيف براحتيك برضو هنا هنقف في 3 لفات وهقفل كويس جدا زي ما انتو شايفين اهو زي رغيف الفيل ولازم ان تقفل كويس عشان ما يتفتحش معاك و confident هاف هقطحها 3 صوابع الجبنة اللي انا استخدمتها استخدمت جبنة ملح يعني حاد ينفع جبن قريش ينفع جبنة بالزتون ينفع جبنة بالزتون والريحان شكلي وغيري لولادك زي ما انت حاب هنا بقى اللي بالنوتيلا برضو بنفس الطريقة فردتها مستطيل بالنشابة كده وبقى اتطحة بالشكل اللي انتو شفتوه ده وهلف بقى النوتيلا بس انا انصح ان انتو تعملوا بشوكولاتة احسن مش بالنوتيلا عشان هتسيح ويا اما تقللوا الكمية عشان انا كنت مقطرة الكمية وكنت لفاها كويس جدا بس برضو النوتيلا سيحت وخرجت بره واخر حتة اهيه ما بنهدرش حاجة خالص برضو هلفها كده وهضيف كده النوتيلا وهقفلها واعملها بتيهاية كده كان شكلهم طحفة وتعمون والله العظيم خطير جدا جربوا بقى البتيه هيعجبكم جدا مش هتشتروه خالص منبره وعندي هنا كده اه تلت اربع معالق من الحليب وصفار بيضاء الصفار بس وعليهم نص معلقة من القهوة او النسكة فيه او تقدري ما تستخدميش حاجة تمام وبعد كده بتدهني بقى العجيم بتاعك او البتيه بتاعك بيكون اختمر معاك ونفش وزاد الضعف حجمه يعني وبقى زي الفل كده هتدهني بالراحة خالص عشان ما تفشيش الخمر بتاع البتيه ويهبط منك وبعد كده سمسم وحبة البركة او ممكن تسيبيهم سادة حسب ما انتي حبة وعلى درجة حرارة 200 بياخد 12 دقيقة ل 15 دقيقة مش اكتر من كده في الفورن ده اللي بتجيبنا بنفس الطريقة هدهن وبعد كده هضيف عليه حبة البركة وسمسم بقدر يبقى دي في سمسم بس حبة البركة بس ما تضيفيش حاجة بس يعني براحة دي انا اللي بالنتيلا هدهن بس وقلت بس كتير وهدهن ومش هضيف على وش البتيه اللي بالنتيلا حاجة هسيبوا كده سادة والله العظيم العجينة مهما اشكر فيها وهقول لكم ايه هي طعمة وحلوة مش هتخيلوها غير لما تدقوها اول ما بيطلع عندي البتيه من الفورن رشة او بخة كده مية وبتغطيها على طول بفوتها لغاية ما بيبرد وبعد كده بيطرع معاك ويبقى زي الفل وزي ما بقول لكم هش جدا مورق حاجة كده تاخد العقل ودي اللي كان بالنتيلا خطير جدا بس طبعا لو بالشوكولاتة بصراحة كان هيبقى احلى واحلى ما كانش هتزيح وتخرج برا كده واللي بتجيبنا حاجة كده طبعا انا عاملة البتي كبير وصغير عشان انا معايا اولاد واللي معاها اولاد هيفهمني عشان اللي ياخد وحدة يخلصها ما يتبقاش منها حاجة فاهمني فعشان كده انا طبعا عاملة صغير وعملة كبير وعملة وسط وبعمل لهم كل الاشكال زي الافرام بالزبط والله العظيم الكمية دي من كيلو دقيق بس الله هو اكبر الكمية حلوة اوي طلعة ما شاء الله مبروكة يعني فيها خير كتير وعايز اقول لكم اجمل حاجة في الشتاء الخبيز ورحت العكين كده والخبيز في البيت بتبقى حاجة تحفى بصوا بصوا قد ايه هي مورقة وطرية حلوة اوي 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 والحمد لله كل اللي دقها شكر فيها بصوا اللي هو النوتيلة خطيرة جدا بس زي ما قلتلكو انك هتبقى فضيعة لو بالشوكولاتة عشان ما تسحش بس مش اكتر من كده ما هي جميلة يا ربي يا حبيبي اتجربوا بقى الفيديو النهاردة او البتاء بتاعي النهاردة بالعجينة الخطيرة تقدروا كمان تعملو كروسو او البتاء يا ربي حبيبي